السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للحلقة الثالثة من حلقات المراجعة ولم دم فتétat المضارع المستمر والحلقة المراجعةut كما ن places فهي يكون اخر الحلقة في أkeep كما نفس الحلقة ويكون معنا يقوم بما أن ماضي بسيط رائعة كان يتتركوا venition فانت لازم ترجع لحلقة الشرح يعني كل درس من دول مشروحين بتفصيل نجي معنا اول مثال I played football yesterday طبعا هنا I played football yesterday لو تلاحظ ان انا اخدت بعد the subject اللي هو الفعل I اخدت played في الماضي البسيط او في التصريف الثاني للفعل يعني في الماضي البسيط لازم اخد التصريف الثاني للفعل بعد كده اخدت football اللي هي بقية الجملة يعني وبعد كده كلمة yesterday كلمتي yesterday من الكلمات اللي يكسر استخدامها مع الماضي البسيط ولازم في الماضي البسيط تدللي على زمن الحدوث الحاجة في الماضي زمن الحدوث الحاجة في الماضي يعني انا لعبت كرة لو قلت انا لعبت كرة قدم بس محددت الزمن يبقى مضارع تام طيب حددت الزمن يبقى ماضي بسيط تمام ناخد كمان مثال عشان المعلومات تثبت We ate our food طبعا ما جبتش yesterday مش لازم انك تجيبلي حاجة من الكلمات الدلة على زمن الماضي تمام الكلمات دي بيكسر استخدامها مع الزمن دوت لكن مش لازم انك تجيبها طبعا هنا we وبعد كده ate في التصريف الثاني الفعل وبعد كده بقيت الجملة اللي هي our food they went to the party طبعا هنا went جان اصلها جوبس عشان هنا انا باخد التصريف الثاني للفعل تمام علشان انا بتكلم عن الماضي البسيط تمام فهنا they went to the party معنى انهم اروح الparty وخلص حاجة حصلت في الماضي وانتهت بس فبقى اتكلم عنها في الماضي البسيط she cleaned her room she cleaned her room معنى ان هي نظافة الغرفة بتاعتها حاجة حصلت في الماضي وانتهت ماضي بسيط اخر حاجة تكونت الزمن دوت بتكاون من التصريف الثاني للفعل زي ما قلنا بالزبط باضافة D او E D او I E D على حسب الفعل والكلام ده كلمنا عنه في الحلقة تمام طيب زي لو الفعل منتظم مثلا زي كلم زي walk walked play played clean clean paint painted بالزبط نفس الفكرة ديت او لو هو بقى شازفة في الحالة ديت مثلا go went sleep slept do that eat at في الحالة دي لازم يتحفظ والكلام دي شرحناه باعت تفاصيل اكدر في حلقة الماضي البسيط نيجب على كل زمن الماضي المستمر او past continuous ناخد كده مسأل he was playing football طبعا هنا انا استخدمت subject he بعد كده was was aware طبعا بتيجي مع هي وشي وقت والاسم المفرد اما were بتيجي مع I, were, you وزي والاسم الجامل تمام؟ بعد كده play هتطلقي ان يجي عشان تبقى مستمرة بعد كده طبعا بقيت الجملة اللي هي football تمام يا شباب؟ طبعا هنا معناها ان حاجة جانت مستمرة في فترة زمنية وعددة في الماضي او حاجة جانت مستمرة في الماضي وحاجة ثانية اطعتها لسه ناخد عليها مثال كمان شوية او في حدثين جانوا مستمريين مع بعض في الماضي ده اللي بيعبر عنه ماضي المستمر they were watching television طبعا هنا كانوا بيشوفوا ايه كانوا بيشوفوا التلفاز بيشوفوا او بيشاهدوا حاجة جانت مستمرة في ايه في الماضي تمام؟ ممكن اقول ده جانوا بيشاهدوا التلفاز و بعد كده my father arrived بابايا وصل فلوه حدث قطع حدث ولكن الحدث اللي بيطع ده دايما بيكون بسيط وانشوف دلوقتي في الامس شوف معايا داي معلم when she was cleaning her room her father came طبعا لم هي اسناء ما هي جان بتنظف القوضة بتاعتها حاجة جانت مستمرة في الماضي فاجأ اطعها حاجة بسيط او ماضي بسيط اللي هو her father came تمام كده لنوا باباها جاي يعني اوكي يا شباب بيقول لك الساعة ستة بالليل امبارح كنا بنغني في الحفل شوف تحدد لك زمن محدد ازاي في الماضي تمام علشان كده انت دلتلي ان انا هستخدم مضارع مستمرة شباب مستحيل يجيب لك وي وير بعد كده نقط انزا بارتي دي مستحيل تيجي تمام؟ فلازم يحدد لي ازاي جان الزمن ده بس يسر دي طبعا خلاص ده كده ماضي بسيط لازم يحدد لي مثلا تحددتلي اات سيكس بي ام يسر دي حددتلي الزمن بالتفصيل كتير قوي كده فدوت هيبقى مستمر لازم يجيلك الحاجات دي مستحيل يجي السؤال كده بدون تفاصيل يعني تمام؟ اسئلة كويسة جدا وجميلة جدا بننزلها على جروب التليغرام لو انت مش فيه فلازم تكون في الجروب دوت هتلاقي الرابط في الوصف علشان بننزل اسئلة على النظام الجديد وازاي تتعامل مع الحاجات ديت تمام؟ طيب بيتكون زمن الماضي المستمر من وز او وير زي البرب زت اي اني جي طبعا وز زي ما انت عارف بتيجي مع المفرد اللي هي اي وهي وشي وقت والاسم المفرد وير بتيجي مع زي وي وي يو وي الاسم اي والاسم الجامع بس كده بعد كده زمن جديد وهو زمن الماضي التام او الباست بيرفكت بيعبر عن حاجة تمت في الماضي يعني ازاي ماضي وازاي تم تم يعني معناها ماضي ماضي الماضي بالزبط كده حاجة تمت في الماضي مثلا الامثال هديت هي هاد واتشت تليفجن او دي انت قلتلي هي هاد او دي انت السبجوكت بعد كده اخدت هاد بعد كده تصريف التالت وليس تصريف التاني زي الماضي البسيط بعد كده وقيت الجملة اللي هو تليفجن معناه ان هو بالفعل شاهد التلفاز عارف بنستخدمها ازاي لما يكون حاجة تمت قبل حاجة تانية في الماضي يعني حدسين حدسوا في الماضي ولكن حاجة تمت قبل حاجة تانية يعني مثلا اخوجا داخل البيت وكوباية الاهواء ووقعت على ايه ووقعت على اللابتوب مثلا فانت تقوله انت دخلت الاول وكوباية الاهواء ووقعت ولا كوباية الاهواء ووقعت وبعد كده انت دخلت وقال لك ما شاء الله هو اعم فانت تقوله بقى ايه اللي حصل الاول طبعا عشان تفرق ما بين الاتنين دول فلازم تستخدم حاجة اسمها ايه لازم تستخدم حاجة اسمها الماضي التام عشان يقولك كوباية الاهواء ووقعت قبل ما يجي يعني ويتحك عليك تمام وصلت يبقى الماضي التام بنستخ لما أكون عايز أفرق ما بين زمنين في الماضي وقول حاجة حصلت قبل حاجة. تمام؟ مثلا الجملة دي تمام؟ معناها إن أنا كنت بتحدث مع والدتي قبل ما بابا يكلمها. طبعا مين اللي حصل هنا الأول إن أنا كنت بتحدث معها؟ بعد كده بابا يتكلم معها. زي ما أنا عارف إن الحاجة اللي بتحصل أول ماضي تام والحاجة اللي بتحصل الثاني ماضي بسيط. تمام؟ الماضي التام اللي هو هاد وسبوكن تصريف الثالث. والماضي البسيط اللي هو كولد اللي هو ايه وصلنا، حلو، سيبقى الحاجة الأولى ستبقى تام وهي هاد كوجد وقبلها وهو وي ايه وي ارائف طبعا ارائف دلواء التصريف الثاني للفعل بس كده يا شباب طبعا هنا بيتكون الماضي التام من هاد والتصريف الثالث التصريف الثالث ليه؟ للفعل طيب، يأتي طبعا الفعل هاد مع جميع الضمائر سواء زي ما احنا شفنا المفرد والجمع مع اي هاد كل الضمائر بيجي مع هاد تمام؟ تمام الماضي التام المستمر الماضي التام المستمر معناه حاجة حصلت في الماضي استمرت لفتر في الماضي وانتهت في الماضي طبعا الزمن دوت مش مهم يعني بنسبة 5% من 100% اهم حاجة عندك الازمنة اللي فاتت اللي شرحناها اي هاد بين ووركينج فور زيس كومباني فور 10 يارس وين اي جاءت بروموشن طبعا معناه ان انا اشتغلت في الشركة ديت في الماضي بدأت شغل فيها وبعد كده استمرت شغل عشر سنين بعد كده انا حصلت على البروموشن يعني مازلت ان انا حصلت على تركيا ما زلت بقى ان انا هشتغل في الشركة دي لسا انا اشتغل في الشركة دي حد دلوقتي تمام؟ واحتمال ان هو يستمر في المستمر بس ده كل موضوع تمام؟ انا اشتغلت في الشركة واستمرت شغل في الشركة في الماضي وبعد ذلك فضلت اشغال في الشركة واحتمال انها تفضل انا اشغال في الشركة بضم مقطعيني بس هو ده كده الموضوع يعني مهم الزمن دوت مبيجيش كتير هو بيلغوت كتير فأصلا يعني حتى في المناهج هتلاقي مش موجود او قليل جدا ما تلاقي أصلا فأما حاجة الأزمين اللي فاتت زي ما قلت لك ده بنسبة 5% ما في المية بس كده شوفك الحلقة الجاية والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة